السلام عليك حياك الله عزيز المشاهد في مقطع جديد رح أغطي في هذا المقطع جولة كاملة على المناطق الثلجية من أولها لآخرها وإن شاء الله أن مدة المقطع ما رح تكون طويلة رح أغطي شغلات المهمة أو المناطق اللي ممكن يكون فيها الواحد يضيع شوي غير كذا إن شاء الله الأمور سهلاته لماكن ما تضيع باختصرها طبعا هي مكونة من ثلاثة أجزاء المنطقة الثلجية أول شي رح تفتح الجنوب الشرقي هذا وبعدين رح تفتح الجهة اليسار وبعدين بتروح المنطقة السرية اللي فوق فراح نبدأ ونبسط الموضوع من البداية وكيف توصل لهذا المكان أول شي طويل عمر أنت مثل ما قلنا أنك بتحتاج قطعتين عشان توصل لهذا اللفت القطعتين موجودة في هذا المكان وموجودة في هذا المكان بتطلع في القلعة عفوق بتحصل القطعتين بتيجي هنا بتوع لها وبتوصل إلى المنطقة هذه بعدين رح تمشي زي ما أنا معشر بالضبط لين ما توصل عند هذا القريس بوينت ومن بعدها بتكمل بهذا الطريق لي ما توصل لعند هذا المنطقة هذا المنطقة فيها الفارس هذا بعد ما تقتله أو المني بوس المهم بعد ما تقتله رح تدخل وتحصل هذا القريس بوينت من القريس بوينت هذا بتكمل سيده ما في شي يضيع في هذا المكان ليه ما توصل المنطقة هذه اللي عند المزامير من عند المزامير هذه بتنقز بتوصل على من فوق البيوت بتوصل عند هذا الشارع هذا الشارع اليمين بيوديك لعند بوابة وانت ما تحتاجه تروح هناك وعلى يسار بتكمل نفس هذا الطريق بيرسبن عليك زي الشجرة كذا المهم تسحب عليه زي البوس ممكن تسحب عليه ممكن تقاتل المهم اللي يهمنا انه على اليمين هنا بتحصل فيه بوابة وتدخلها بتحصل غريس بوينت على يمينك وبعدها راح تنزل من الدرجة هذا وبتكمل زي ما أنا موضح لما توصل عند أقصان زي الشجرة كذا تتسلقها او عفوا زي التنين اول شي في البداية وبعدين بتوصل عند أقصان الشجرة وبتوصل عند البوسز اللي يحتاج انك تقتلهم ما يضيع طريق ابدا بعدما تتخلص البوس الاول بتنتقل الى فوق وبتقابل البوس الثاني بعدما تقتل البوسين هذلي راح ترجع الى الشارع والطريق العام اللي قبل شوي تكلمنا عليه هالمرة بتمسك الاتجاه الثاني اللي هو اتجاه البوابة وبكذا بعدما تخلص الفايت الثاني او بعدما تقتل البوس الثاني راح تحصل القطعة اللي راح توديك الى المنطقة الثلج الاولى طبعا لازم تيجي lift off roll هذا المكان وتفعل هذا القطعة وراح توديك الى المنطقة الثلج الاولى طبعا lift off roll هذا يا اخوان راح يوديك المنطقة الثلج الاولى والثاني ولكن الفرق كله ضغطة سهم يعني سهم يمين رح تختار بين المنطقة الثلجة الأولى أو الثانية والثانية تعتبر سيكرت المهم عشان تروح للمنطقة الثلجة الثانية لازم أنك تدخل منطقة الثلجة الأولى وتجيب قطعة موجودة في منطقة الثلجة الأولى هذه القطعة الرايت أو اليمين والقطعة اليسار رح تحصلها في هذا المكان في بدايات اللعبة فيه زي تشيرت تقريباً أو كنيسة المهم جنبها تحصل فيه واحد موجود زي كده داخل برميل رح تضرب البرميل ويطلع لك هذا المخلوق المهم اللي يعطيك القطعة اليسار أو اليمين المهم واحدة منهم بعدين رح ترجع لنفس اللفت اللي يودعك مدينة الثلجة الأولى اللي هو اسمه Lift Off-Roll للظاهر المهم رح الفرق كله مثل ما قلت لكم تضغط سهم يمين عشان تختار أنك تروح للمدينة الثلجة الأولى أو الثانية اللي هي سيكرت يعتبرونها حتى بتشوفون الاسم يتغير بس تنظاف كلمة سيكرت فالسيكرت هذا اللي هو للمنطقة الثلجة الثانية وكذا أنتوا عرفتوا كيف توصلوا للمنطقة الثلجة الأولى والثانية طبعاً عشان تجيب القطعة اليمين هذي بيكون فيه بوس فايت فراح تقاتل البوس بعدين رح تحصل القطعة اليمين أما الثانية اللي سارة هذيك مثل ما قلت لكم فيه برميل كذا تضربه وخراس فيه منطقة اسمها الأوردينا المهم المدينة هذي راح يكون فيها زي اللغز يوم تيجي لهذا المكان راح تفعل ترغط مثلاث ويس بعدين راح يبتدي معاك اللغز كله عليك تسويه أنك تولع زي الشمعات المتعب في هذا المكان أنه فيه زي الرماه اللي هم يرمون عليك الأسهم هذا أكثر شيء كان يبهذل تقريباً وبعدها من هناك راح تمسك وست ضروري أنك تنتبه للبوصلة أنك تمسك وست لما تحصل هذا اللفت موجود أو السلم موجود من خلف المبنى هذا ورح تتسلق فوق وتولع الشمعة اللي فوق وبس بعدين راح تطلع فوق درج وتضغط مثلاث ويس لما توصل عند الهل الكتري أو المنطقة السرية الثلجية الأخيرة وبس يا شباب أتمنى المقطع واضح أنه فيه أحد استفاد ويعذروني على التأخير شكراً لبندر وهنتر ومشاري الثلاث من تسببين في القناة شكراً على دعمكم وشكراً لجميع من دعمني سواء بكومنت أو لايك ومثل المقطع اللي حق قبل أمس اعذروني على الصوت نمر بوعكة صحية حتى أنا مسؤول الله أني ما قدرت أتكلم أبداً ولا أصور أي مقطع مسامحوني على القصور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته